إذن مكونان فقط من المطبخ كافية لعمل هذا السماد والمبيد في نفس الوقت المكون الأول هو الكركم أو الخركم الكركم نعرف أنه مضاد للجراسيم والفطريات لاحتوائه على العديد من المواد الفعالة بيولوجيا والتي تحمي النبات من العديد من الأمراض نذكر على سبيل المثال النفحة المتأخرة على الطماطم والبطاطس والعديد من مشاكل النبات المكون الثاني هو الحليب الحليب مفيد جدا للنبات فهو غني بالبروتينات والسكريات المفيدة للنبات ولتحسين صحتها العامة وفي نفس الوقت له خصائص مضادة للفطريات لكن هل نستعمل أي حليب؟ طبعا لا استعمل فقط حليب قليل أدسم بنسبة 1 أو 2% وبكمية قليلة فقط مع لتر ما سأضع فقط 50 من لتر من الحليب أصدقائي الحليب الكامل الدسم أكيد سيسبب رائحة كريهة وسيسبب تعفونات للنبات ويعيق الموهة ويسبب ذبولها إذن قلنا نستعمل لتر واحد فقط من الماء ويجب أن يكون دافئ نضيف إليه ملعقتان صغيرتان من القركم ولأن الماء ساخن ننتظر حتى يبرد ثم نضع الخليط في بخاخ استعمل المصفات أو أسكب الخليط واترك بقايا القركم في الوعاء الززاجي كما قلت سماد ومبيض آمن وبدون أي أضرار جانبية يمكنك استعماله لكل النباتات بدون استثناء رشا على الأوراق وسقيا للتربة من أهم فوائد هذا المحلول مد النبات بعنصر الكالسيوم الكالسيوم نعرف أنه عنصر سمادي مهم في عملية الإخصاب وعقد الثمار يشجع على نمو المجموع الجدري ويساعد النبات على تحمل الظروف القاسية كالجفاف والحرارة وأيضا السقيع هنا ننتبه جيدا بعد الرش بحوالي نصف ساعة وإعطاء فرصة لأنسجة وثغور النبات لامتصاص هذا المحلول نمسح الأوراق التي ما زال آثار المحلول فيها وبالأخص للمباتات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفطرية كنبات السجادة بالنسبة لنبات الزينة والطماطم في الخضروات هذا في حال بقي المحلول لمدة طويلة فوق الأوراق لا درر كما قلنا من سقي التربة كذلك وستلاحظ النتيجة المبهرة وأؤكد من جديد على أن أي استخدام خاطئ لهذه الوصفة لا أتحمل مسؤولية لأنني شرحت بالتفصيل المقادير وطريقة الاستعمال ونوع الحليب الذي نستعبل لا تستعمل مع هذا الخليط في نفس الوقت لا أسمده ولا مبيدات أتمنى أن يكون الشرح وافي وكافي